إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنقف اليوم مع قضية من أخطر القضايا التي تواجه أي دين من الأديان خلينا نطلق عليها اسم التدين المغشوش أو عقبت أنفس الدعاء مع قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة فلا تعقلون إذا نظرنا لجملة هذه الآيات سنجد فيها إشكالية ضخمة جدا داخل حق المجموعة متدينة من البشر بني إسرائيل كانوا يمثلون الأمة المنتخبة في عصر ما والقرآن الكريم يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم السؤال ما الذي جعل بني إسرائيل ينسون النعمة التي أنعم الله بها عليهم أن اختارهم للنبوات وأنزل عليهم الرسالات وأعطاهم هذه الميزة على العالمين هذا سؤال كبير جدا ممكن أن يبتلى به أي دين ومن ضمن هذه الدين الإسلامي أن ينسى الناس نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بإنزال الرسالة الحقيقة الناس لا تنسى الرسالة نسيانا مطلقا الناس تتمسك بالرسالة بدرجة من الدرجات لكن هذا الوعي الحقيقي بمضمون الرسالة يغيب مع الزمن يختفي مع الزمن يختفي مع الألفة تصبح الممارسات الدينية عبارة عن طقوس ظاهرة ولا تصبح عبارة عن حياة فعلية داخلية للإنسان قد يذهب الإنسان للمعبد قد يذهب للكنيسة قد يذهب للمسجد لكنه في الحقيقة يمارس الأمور بشكل ظاهري تماما سطحي تماما خالي من المحتوى الأساسي المطلوب لهذه الممارسات فالإنسان ينسى نعمة الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الغفلة وسنأتي لكيفيات العلاج لكن هذه المشكلة للقرآن يتكلم يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بمعنى أنكم قد نسيتم هذه النعمة التي أنعم الله عليكم قد تبتلى بها أي أمة من الأمم ثم يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ما هو العهد الذي يقطعه الله سبحانه وتعالى على أي بشر من الناس الذين تفضى عليهم بالإنعام اتباع الحق اتباع ما تبين من الحق للإنسان طيب هل يمكن أن يكون إنسان متدين داخل في إطار الدين ثم لا يتبع الحق بعد أن يتبين له وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى طلب من أهل الأديان أن يتبعوا الحق والحقيقة كيف يمكن تولد حالة تدين الإنسان شكله متدين لكن في الواقع هو لا يتبع الحق وإن تبين له ثم يقول وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون هنا الكلام متوجه إلى قضية أن نزلت رسالة الرسالة مضمونها الكل يتفق ما يعلمه بني إسرائيل من الدين ومع ذلك ومع علمهم أن ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام هو الدين الذي نزلت به الرسالات من قبل إلا أنهم تنكروا له ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أمر في غاية الخطورة كيف يمكن الإنسان يشتري بآيات الله ثمنا قليلا كيف يمكن للإنسان المتدين أن يبيع الدين بثمن زهيد ورخيص جدا لما ننظر في قصة بني إسرائيل أيضا نجد قصة السحرة يوما ما طلبوا من فرعون أجرا على مناظرة موسى عليه السلام فطلبوا مكافأة مالية وطلبوا أن يكون هناك مردود لعملهم مع فرعون في مواجهة موسى عليه السلام وموسى قال لهم وفرعون قال لهم مش فقط ستحصلون على أجر لكن ستكونون من المقربين من الملأ القريبين من دائرة اتخاذ القرار إذن يمكن مبادلة أي شيء في وضع معين في ظرفية معينة نفسية عند الدعاء بقضايا من الدنيا مثل القرب من مراكز القوة مثل المال والجاه والسلطان يمكن للناس أن تبيع دين الله سبحانه وتعالى بأثمان بخسة ولذلك القرآن يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى نزل عليهم حقائق الدين وجاءهم رسول يبلغهم ما يعلمونه من الحقائق فتنكروا له لأن مصالحهم المادية وقربهم من دائرة القرار في مجتمعاتهم وجهاء داخل إطار دينهم الذي يعملون فيه منعهم من أن يتبعوا الحقيقة وإن استبانت لهم وإن رأوها بأعينهم وأدركوها بعقولهم ووصلت إليهم واضحة بينة إلا أن هذه المناصب هذه الأموال هذا الثمن القليل يحجب الإنسان عن أن يكون متبعا للحقيقة ثم ماذا يحدث الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون تصبح نفس هذه المؤسسات الدينية في لحظة تاريخية معينة تدخل الحقائق على بعضها البعض ما تعلمه متيقنا من الدين تلبسه بما تراه من آراء وشهوات واجتهادات تدخل هذا على ذاك فلا يعود بإمكان الإنسان العادي أن يتبين أين الحقيقة وتكتم الحق الذي تعلمه هي تعلم أن ما تقوله ربما يكون نصف الحقيقة ربع الحقيقة شيء من الحقيقة لكنها مستعدة أن تزور ذلك لأنها اشترت بآيات الله ثمنا قليلا هذه المنظومة منظومة نسيان الإنعام بالألفة التنكر للعهد واتباع الحقيقة وعدم اتباع الحقيقة مبادلة الحقيقة بمتاع الدنيا آفات كبرى التلبيس على الحقيقة هذه الآفات الكبرى قد تبتلى بها أي منظومة دينية من المنظومات ولذلك القرآن الكريم لما يروي لنا الرواية عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل ينبهنا إلى قضية بني إسرائيل قاموا بذلك وانتهى الموضوع طيب ماذا يعنينا أن نتلو هذا الكلام باستمرار وأن نتدرسه باستمرار ما هي العبرة منه اليوم لنا نحن كأمة الإسلام العبرة الأساسية أنه قد يولد التدين المغشوش من رحم نفس المؤسسة الدينية نفس التصورات التي تحملها بني إسرائيل عندهم الكهان وعندهم الإطار الديني الذي كان موجودا في عصر رسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذه المؤسسة نفسة نسيت إنعام الله عز وجل تنكرت العهد باتباع الحقيقة اشترت بآيات الله ثمنا قليلا لبست الحقيقة على الناس هذه الآفات الكبرى آفات يجب أن نتذكرها في إطارنا نحن ونجتنبها في إطارنا نحن هذه ليست لأمم أخرى هذه لأمة الإسلام الأمة الخاتمة التي تمثل الديانة الإنسانية والديانة التي تمثل خاتم الرسالات السماوية وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا